السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها خط جهان أنقرة تفرض شروطا خيالية لعادة الاستئناف وبدائل التصريف أقصر الخيارات صناعة الدواء في العراق تطوير وتعزيز القطاع وفرص الارتقاء بالأمن الدوائي حياكم الله مشاهدي الأحبة من الماء إلى النفط الخام تمارس أنقرة سياسة لي الزراع مع بغداد بعد فرضها شروطا تعجيزية لاستئناف خط جهان الذي توقفت صادرات العراق إليه استجابة لقرار المحكمة الدولية واللي أعادت ترتيب العلاقة النفطية بين المركز والإقليم على إيقاع جديد الكل فيه منصت لسلطة القاهنون سياسة الجارة الشمالية وفرضها شروط تعجيزية تبدأ من الضغط على بغداد بغيت إجبارها على أسقاط التعويضات وفي أقل الاحتمالات تقليل المبلغ وقد تقودها إلى خسائر وخسارة مورد اقتصادي إذا ما اتجهت البلاد نحو الخيارات البديلة في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة سنتحدث عن السنوات التي مرت من الإهمال لقطاع صناعة الدواء جاءت المنظومة الدوائية برسالة اهتمام استثنائية لتحقيق طفرة نوعية في أحد هذه المجالات الواعدة التي تحافظ على سلاسل الإمداد للمنتجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي غير أن ذلك مشروط بالعمل وفق ارتكازات تكنولوجية تأخذ بعين الاعتبار ما وصلت إليه أغلب البحوث والتقارير العلمية وبالشراكة مع المنظمات الدولية هذين ملفين سنتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا متخصصين في هذين الشأنين تتفضلون بقاويانا ومتابعتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله ضيوفا كرام دكتور فرات أبدأ مع حضرتك ونتحدث من شروط أنقرة الستة لاستئناف خطجيهان من وجهة نظر حضرتك تعتبرها جائرة أم خيالية لما تكون بهذه المبالغة لو تشوف أنه من الممكن التفاوض حول هذه الشروط نعم مساء الخير عليكم جميعا وعلى أستاذ مشاهديكم الكرام وعلى ضيوفك الأكارم حقيقة ما تم تداولها بالإعلام حول شروط أنقرة في التفاوض حول استمرار أو رجوع خطأ نابيب جهان إلى العمل لحد الآن هناك شروط عادية بسيطة وهناك شروط مجحفة بالبداية أحب أنوه أن هذه الشروط ما زالت هي غير رسمية لا يوجد لها أي مصدر حقيقي هي مجرد تسريبات إعلامية هذا واحد اثنين يعني ما تنادي به أنقرة الأمور الرئيسية هذه رح أذكرها التي هي أول شيء تنازل العراق عن حق المخالفة الضريبية المفروضة لتدفعها الغرامة التي تدفعها أنقرة والتي هي بحدود مليار وأربعمائة مليون جراء مقاضاتها عبر محكمة باريس الدولية وهذا بالنسبة للعراق هذا الشروط يعني حقيقة شروط لو حسبنا العراق يعني منذ توقف تصدير النفوط لحد الآن خسائر أضعاف أضعاف هذا الرقم يعني تقريبا نحن عندنا أربعمائة وثمانين ألف برميل متوقف بحدود مليار دولار شهريا يعني لا شيء بالنسبة للغرامة ممكن التفاوض التفاوض في هذه المسألة من الجانب العراقي هذا من جهة جميع حقيقة الشروط التي يجب التفاوض عليها هي ليست شروط فنية هي شروط مفاوضات سياسية بحثة حيث أن الأنبوب من الناحية الفنية لا يوجد به أي مشاكل للتصدير وكذلك يعني كميات التي يجب أن تصدر هي موجودة وأيضا الشركات التي تشتري النفط العراقي موجودة لا يوجد أي مشاكل فنية كل ما على العراق أن يبدأ بالتفاوض بأشخاص محترفين في هذا المجال ونحن لدينا ملفات اقتصادية وملفات طاقوية مهمة جدا مع الجانب التركي أما غير ذلك لا يوجد أي مصدر حقيقي لوجود أي شروط تعجيزية لحد الآن ما ينتظره العراق حقيقة لبدء المفاوضات بشكل رسمي وجه لوجه عند زيارة السيد أردوغان في الأيام القليلة القادمة أما حصل قبل فترة أسابع ماضي أو شهر التقى وفد تركي مع وفد عراق للتفاوض حول رجوع صادرات نفط بوب جهان لم يصدر حقيقة من الجانبين أي تصريح لوجود شروط لبدء هذا الإنتاج ورجوعه إلى مساره الطبيعي والذي كلف جميع الأطراف سواء العراق أو تركيا وحتى الأقليم خسائر مالية واقتصادية كبيرة دكتور هورامي أجد الترحابي بحضرتك ويتحدث الدكتور فرات الموسوي عن هذا الموقف التركي حول جهان لماذا تصر أنقرة على موقفها في تعطيل خط جهان من وجهة نظرك هل فعلا تحاول الابتزاز والابتزاز لمن؟ للمركز؟ للأقليم؟ السلام عليكم مساءكم بالخير مساءكم بالخير تحياتي لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام لك كل التحايا سيد محمد طبعا بنسبة للتركي طبعا من بين أنه تريد تضغط تريد تضغط شروطها شروطها طبعا هي ما مقبولة وهي شروط تعجيزية وتشوف أنه لا يوجد عيرة فعل من الجانب العراقي بصراحة كل ما تمر يوم نحن كأراق نخسر بحدود 24 مليون دولار فهذا مبلغ جدا كبير إذا نجمعها يعني لها الفترة الطويلة اللي صار بها انقطاع التصدير وردفع المفروض كما تعرفون شركات التركية موجودة من البصرة للزاقو وعدها مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات وأكون تجارة متبادلة فمفروض الدولة العراقية هم عدها موقف مقابل هذه الخسارة لأن خسارة التركية بصراحة هي خسارة جزئية إذا نقارنها مع الخسارة العراقية فلهذا مفروض يعني هناك رد فعل ولكن لحد اليوم يعني مجرد السكوت حتى ما كنت تصريح ضد هالتوجه ويبدو أكثر اللي نسمعها سواء في الجرائد وأكثر شيء في السوشيال ميديا إنه هي منتصار للعراق لأنه قدر يوقف التصدير من الأقليم إلى تركيا فهذا الشيء بصراحة شيء داخل الأقليم وافق إنه السومة هي اللي تبيع النفط وخلاص يعني مفروض بيصير تفاوض ويتفاهمون يظهر تركيا عدنية من الإعفاءات كما تفضل ضيفكم ورجوع إلى 73 طبعا الهمية الرجوع إلى الاتفاقية 73 يمكن ترى بإحنا في 2023 ما بيجوز بيها مجال يعني أنه يصير تفاوض شيء منطقي لأنه ونحن هي أول دولة لنصدر نفط شبكة الأنابيب منتشرة في كافة نحا العالم ومبين لجور سواء ميناء أو الجور اللي يأخذوها من البوق مالتهم لحصتهم داخل تركيا فيبدو وأنهم يريدون يضغطون المزيد ولكن على العراق يتخذ موقف يعني مثل معهدسة حاليا تركيا يتخذ موقف شنو الموقف اللي من الممكن يتخذ العراق سيد هورامي خلينا أنتقل إلى دكتور صفان قصي دكتور صفان مساكم الله بالخير لما يكون هذه شروط تعجيزية من وجهة نظر ضيوف الكرام نتحدث عن العراق يطالب سيد هورامي باتخاذ هذا موقف زين العراق قدم دعوة قضائية لمحكمة الدولية وكسبها بسنة 2019 وأيضا لسنة 2018 بس هالسنتين كسبها هل تناور تركيا في نقطة منع الحكومة العراقية من إقامة دعوة ثانية لسنوات التصدير المتبقية اللي هي منش وعشرين وواحد وعشرين وحتى ثين وعشرين يعني طبعا بداية رحب حضرتك وبنشاهدين العزاء والظروف الكرام يعني الواضح أن جانب التركي تفاجأ بقرارات الدولية تجاه الغرامات المالية التي فرضت عليه بسبب التعامل مع كيان ليس ضع طبيعة قانونية في بيع النفط خارج سلطة الحكومة الاتحادية حاليا العراق يمتلك عديد من الأوراق الحقيقة للضغط على الجانب التركي ننتظر زيارة الرئيس التركي لكي نعلم هل الموضوع هو دائمي أم هو يرتبط بشروط كما ذكرتم يرتبط مثلا باستثمارات تركية في جانب العراقي خاصة أن طريق التنمية سيكون طريق للطاقة يعني الخسائر لن تكون فقط في تصدير 400 ألف برميل من حقول الأقليم وإنما سيكون هناك تغيير في مسار طريق التنمية أعتقد أن جانب التركي لن يعني لن يقبل بعملية التغيير فعليه أن يطلق يعني يطلق النفط المصدر من الأنبوب بأسرع وقت ممكن والعراق أيضا يمتلك ورق الضغط أنه لديه اتفاق ستراتيجي مع المتحدة الأمريكية ومع منظمة أوبيك وشركائها فإعاقة تصدير النفط العراقي بمعنى أن هناك رغبة في التلاعب الأسعار على مستوى العالم والإدارة الأمريكية يمكن أن تساهم في هذه المرحلة إذا ما كانت تركيا مصممة على إيقاف النفط وأعتقد أنها ترغب بمزيد من التفاوض مزيد من تحقيق الأرباح لكن هناك ورقة يمكن استعمالها بأن أي ضرر على مستوى العالم بأسواق الطاقة العالمية يمكن إخضاعهم للعقوبات الدولية وهناك قانون يحمي النفط العراقي وغير العراقي من تلاعب الأسعار فعمليا علينا أن نفتح نافذة التفاوض بكل الاتجاهات حصة مائية ثابتة استثمارات تركية في طريق التنمية طريق التنمية سيكون هو طريق لعبور الغاز القطري باتجاه الاتحاد الأوروبي فالمصلحة ليست وقتية إقليم كردستان يمتلك ما لايقل عن إعاقة التصدير يعني التفكير ببداء الأخرى طبعا لدينا بداء الأخرى لكن نطمح أن يكون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تركيا على اعتبار أن تركيا هي ممر آمن لعبور الطاقة والتحالف التراتيجي وأعتقد أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى مفاوض شمولي استطيع وضع مصالح العراق في عملية التفاوض والعراق من خلف الاستثمارات الخليجية بالتأكيد تركيا تحاول الوصول إلى الخليج والخليج يحاول الوصول للاتحاد الأوروبي فوجود العراق في هذه المنطقة وإمكانية الاستمرار بتصدير النفط من كاركوك وهو الأغلى من نفط الجنوب بالتأكيد عمليا يفترض أن تكون الحكومة أسرع بموضوع معالجة هذا الملف هنا نتحدد دكتور فرات عن توقف هذا الخط برأيك يعني ينأكس على تركيا ذاتها التي تستفيد من أموال مرور النفط عبر أراضيها وهذا التوقف سيسببها خسائر اقتصادية لماذا لا تتخوف تركيا من هذه الفقرة دكتور فرات نعم أكيد تركيا تضع في حسبانها واحد من نوع الاستثمارات هذا خط الأنبوب الذي يمر عبر أراضيها وهي مؤكد يعني يجلب لها الكثير من الفوائد الاقتصادية والمالية وأيضا المصالح السياسية التي تربطها مع العراق المسألة مثل ما ذكر دكتور صفوان هي مسألة وقت لإجراء تفاوض كل بلد يبحث عن مصلحته تركيا لها أفق واسع وبعيد المدى وهي لا تنظر للأمور من زاوية ضيقة وعلى العراق أن ينظر بنفس المستوى نفس هذا الأفق هناك كما ذكرت ملفات اقتصادية جدا مهمة وأيضا هذه الملفات لها جنبات سياسية ترتبط بها البلدين لا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن التوقف عند حدود هذه الأزمة الاقتصادية التي استمرت الآن لأشهر عدة أعتقد أن هذه في مسارها للحل للحل قريبا ولكن ما أرجوه وأتمنى أن يكون الحل لمصلحة لا بأس أن يكون لمصلحة جميع الأطراف ولكن المصلحة الأولى تكون للعراق هذا ما يجب أن يتفاوض عليه الجانب العراقي أما بالنسبة لتركيا هي تدرك سواء الآن أو بعد فترة أن هذا الخط لا يمكن أن تغلق لما يجلبه من استثمارات اقتصادية مهمة هذا الخط مهم لأن موثوقية الطاقة هي التي تمر عبر تركيا هذه موثوقية الطاقة يعني موضوع مهم جدا ليس مثل ما ذكر دكتور صفوان ليس فقط لأربعمائة أو أربعمائة وخمسين ألف برميل وإنما للأفق البعيد للطاقة القادمة من العالم الآخر من الشرق إلى الغرب عن طريق العراق وتركيا سيد هورامي يعني شون أمكانية أن تطرح قضية استئناف خط جيهان في زيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى بغداد بالتأكيد تكون زيارة تفاوضية مهمة حسب ما سمعنا من الأخبار اليوم أنه يمكن الوزير الخارجية السيد هاكان سيزور بغداد قريب جدا ويمكن يتبع زيارة أردوغان لأنه الممر العراقي كذلك مثل ما نحتاج تركيا كبوابة للبحر الأبيض المتوسط عن طريق ملسين تركيا هم أحتاج عراق لأنه عدها مشاريع مع دول الخليج ويجب أن لا ننسى أنه حاليا خلينا نقول أنه 450 ألف برميل في مستقبل ممكن مضاعفة هذا القدر إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا يكون مسألة جدا مهمة أخرى وهي نقل الطاقة الكهربائية دول الخليج لديها قطط مستقبلية لتصديل طاقتها الفائض خصوصا في فصل الشتاء لأنه كما تعرفون الخليج مثل جنوب العراق والوسط وغيرها تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة في الفصل الصيف لكن في فصل الشتاء هذه الطاقة تبقى خاملة ولا يستفاد منها ولكن باستخدام العراق كما مر لنقل الطاقة من الخليج إلى تركيا ومنها إلى أوروبا فهو شيء استراتيجي وكثير من الدراسات موجودة حول هذا فنهذا على تركيا بالتأكيد ما رح يظل هذه الشروط تعجزية رح يصير تفاوض وأكيد رح يبين رد فعل الحكومة العراقية بهالتجاه يعني مع نفسه خلال هذه الفترة الطويلة اللي صار انقطاع التصدير مجرد أنه صار فترة أنه استمتاع صحيح أن العراق يعني قدر يفوز في هالنزاع أو في هالطلب اللي صار على تركيا ولكن بالنتيجة العراق متضرر في الوقت الحاضر وتركيا جزيًا هي متضررة فلابد من التطاوض على الطاولة وكما قلت ممكن يعني اتفاق جديد يصير لتصدير النفط بكميات أعلى لأنه هذه البوابة صحيح أن أكثر نفوطنا هي من البصرة والخليج ولكن هذا الطريق مهم منفذ آخر نحن تعرف الحروب على بواب نحن لا نعرف ما سيحدث في قناة مضيق فروز في الخليج هذا المنفذ يساعدنا ويعتبر همشي لشريانا حيوي للاقتصاد العراقي مفروض نوسعها مفروض نطورها كما قلت ممكن نقلط الطاقة بأسلوب آخر وهي قطوط نقلط الطاقة الكهربائية وأصلا هي موجودة منذ الثمانينات خط ضغط الموجود من السلوكي التركية إلى الزاقو ولكن بالنسبة الظروف التي مرت بالبلد وهذه ما استفاد منه لحد اليوم بس لا زال حديث حول هالموضوع ودراسات ولابد في يوم ما لأنه جواريا واحد يحتاج لها كما قلت الدولة التركية هي دولة كبيرة وعلى تجارة ضخمة وأكثر تجارتها إذا تقارن دول الجوار كما تعرفون أنه سوريا حاليا لا يوجد أي نشاط تجاري مع سوريا وحتى مع إيران وغير فالثير هو مع أقليم كردستان والعراق فمن مصلحتهم وإن شاء الله نتمنى أنه يصير اتفاق حول هذا الموضوع ويصير اتفاق جديد فهو صالح للطرفه سواء في مجالات أخرى تتحدث عن أملك في وجود اتفاق جديد وهنا أسأل حضرتك دكتور صفوان إذا ما فلحت كل هذه الجهود المتخصصون في هذا الجانب وهذه المحاولات أيضا ما فرضا أنه ما نجحت معه عن عدول تركيا عن قرارها شون البداء للحاضرة للتعامل مع الكميات الواردة من نفط كردستان يعني ما معقول أيضا البقاء في موقف المتفرج يعني طبعا عراق يمتلك قدرة على زيادة صادراتها من الجنوب سواء من حقول مجنون أكثر من 200 ألف برميل يمكن زيادتها وكذلك حقول البصرة فعمليا نستطيع زيادة الضخم من حقول الجنوب لكن قيمة النفط من منتج من كركوك ومن داخل الإقليم هو أعلى من حيث السعر لأن نوعية النفط هي تنسجم مع نفط برينت أيضا نستطيع استخدام ورقة الضغط على زيادة الضرائب والقمارق على السلعة التركية الداخل للأراضي العراقية من أجل إجبار الجانب التركي فيما لو يعني افترضنا أن الجانب التركي يرغب مثلا في فرض شروط قاسية على الجانب العراقي العراقي يمتلك أيضا أوراق ضغط أعتقد أنهم يحاولون تحويل هذه العقوبة المالية إلى استثمارات بالجانب العراقي ورسملتها على مدى مريح لكي لا يتعرض لاقتصاد التركي إلى الضرر طبعا بعد هبوط الليرة وبعد الأحداث الزلزال وموضوع تصدير النفط من داخل حقول الإقليم ومن كركوك بالتأكيد يفترض أن يكون بالتنسيق مع قدرة الموانئ التركية والموانئ الإضافية التي من الممكن أن تستغل إذا ما تم مثلا ربط نفط كركوك بموانئ الحقبة باتجاه مدينة السويس يعني العراقي يفكر بالتنويع ومثل ما تفضل الأستاذ أن هناك مخاطر ترتبط باعتماد العراق على منفذ واحد في عملية التصدير فوزارة النفط ماضية باتجاه تنويع مصادر التصدير باتجاه سوريا وميناء السوري وكذلك المملكة الأردنية وأيضا عملية زيادة الضخ من الجانب التركي تعتمد على قدرة الجانب التركي على أقناع العراق بأنه يرغب بالتكامل الاقتصادي لدينا قوة مالية تدعم الآن التكامل بالتأكيد ميناء الفاو وبوابة الترابط بين الإنتاج الصيني والهندي والاستهلاك الأوروبي والعكس الصحيح وكذلك إمكانية ربط أموال الخليج واستثمارات الخليج لتنمية الاقتصاد العراقي والذهاب باتجاه تصدير الطاقة للاتحاد الأوروبي والعكس الصحيح فعمليا نحن لا نرى أن هناك تقاطع بالمصالح بين الجانب التركي والجانب العراقي لكن يمكن أن تكون هناك ضغوطات على الجانب التركي خاصة أن روسيا ترغب بسعر نفط أعلى فعملية إيقاف التصدير في هذا التوقيت تخدم الجانب الروسي العراقي يمتلك علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم الاستمرار بهذا الضغط من الممكن أن يلجأ العراق إلى إشراك الجانب الأمريكي الذي يستطيع التأثير بوضوح على الاقتصاد العالمي وعلى الأتراك في عملية استمرار الضغط دكتور فرات هذه العوامل العوامل القوة التي يمتلكها العراق يتحدث بها الدكتور صفوان قصي تقابلها عوامل الضعف في البيئة التركية من انخفاض سعر الليرة وعوامل الزلزال وغيرها ما تجعل تركيا أنه ليست في موقف الذي يملي الشروط ويسيطر على التفاوض كل هذه البيئة الداخلية والخارجية ما من الممكن أن تقلب الطاولة على تركيا طبعا هذه الشروط وهذه الأمور كلها التي ذكرت هي حقيقة جوانب إيجابية في صالح الحكومة العراقية ولكن دائما المفاوض العراقي مفاوض ضعيف مثل ما قلت لحضرتك هذا الجانب أو هذا الموضوع هو موضوع سياسي بحث هو ليس فني من الناحية الفنية العراق يمتلك مصالح كثيرة وأوراق ضغط كثيرة على الجانب التركي ولكن دائما المفاوض العراقي هو ظهوره بمظهر ضعيف جدا لا يمكن استثمار أي جانب قوة بالجانب العراقي هذا من جهة ويعلم الجانب التركي كذلك يعني يعلم هذه الأمور عن الوضع العراق الحالي وطبيعة الفاوض العراقي هناك تجاذبات سياسية بين كتل سياسية وأحزاب حول هذا الموضوع أيضا ممكن يعني العراق يستعين بنتيجة انفتاحها على المحيط الإقليمي والعالمي أيضا كلها تصب في مصلحة العراق في مصلحة أمن الطاقة عدم تذبذب أسعار النفط العالمي مرتبط الآن بأي كمية تصدير إضافية أو نقصانهم هذه الأمور كلها تصب في جانب مصلحة الجانب العراقي الذي لحد الآن لم يلجأ لها المفاوض العراقي لم يلجأ إلى أي من هذه الأوراق التي بيده لحد هذه اللحظة لم يلجأ ليس فقط في كمية هذا النفط لم يلجأ في ملف المياه في أي ملف ممكن مشترك مع تركيا لم يلجأ الآن لأي ورقة تفاوض وهذه حقيقة مشكلة تحتاج إلى إرادة إرادة وطنية إلى إجماع وطني على قضايا اقتصادية مهمة تهم الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي وتهم دول المنطقة هذه الأوراق الضغط لحد لان لم تستثمر من قبل الجانب العراقي وأيضا هذا يعتبر جرس انذار للحكومة العراقية بإعادة حساب ملفاتها تجاه دول المنطقة بالنسبة للجوانب الاقتصادية المشتركة بالنسبة لتنويع مصادر تصدير النفط وهذا مهم جدا إلى حد الآن مثل ما قال دكتور صفان لا يوجد وانا اعتقد لن يكون هناك أي تقاطع اقتصادي مع الجانب التركي أو أي دولة مجاورة ولكن يعني على العراق أن يستخدم جميع الأوراق التي يمتلكها لتكون يعني يطلع بنتيجة إيجابية لمصلحة العراق أولا أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور فرات الموسوي الخبير النفط يترحي الحوار في هذا الملف والشكر الكثير لحضرتك الدكتور صفان قصي الخبير المالي والاقتصادي والشكر الموفور لجنابك الأستاذ محمد هورامي الخبير النفطي شكرا جزيلا لكم ضيوفا أكارم نتحول وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع صناعة الدواء في العراق تطوير وتعزيز القطاع وفرص الارتقاء بالأمن الدوائي شكرا مجدداً حياكم الله و مجدد ترحابي بهذا الملف بيأة دكتور صفان قصير خبير المالي و الاقتصادي أهلا بك يا دكتور مرة أخرى و كذلك أرحب بيأة دكتور مثنى الطائع عضو نقابة الصيادلة حياكم الله ضيوفاً أكارم دكتور مثنى بلغة الأرقام أهلاً وسهلاً حياكم الله نتحدث عن إنتاج العراق حالياً من الدواء كم هي نسبة هذا الإنتاج و وشكتغطة من حاجة العراق من الأدوية بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم و للمشاهدين الكرام بالنسبة ما يخص يعني قصدك أنت تقصد على الصناعة الدوائية المحلية نعم إنتاج العراق من الدواء يعني للأسف لحد الآن احنا لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الصناعة الدوائية المحلية نحتاج إلى دعم لهذا القطاع إن كان بشقيه الحكومي أو الأهلي نحتاج إلى دعم الدولة توفير أن الدولة توفر حماية لهذا القطاع المهم والحيوي لكي يكون لدينا مو فقط اكتفاء ذاتي وإنما أيضاً قد تكون في المستقبل تكون لدينا قدرة على التصدير حال نحن باقي دول الجوار اللي هي ممكن أن تكتفي ذاتياً من صناعتها للأدوية وتصدر بعض منتجاتها الدوائية إلى الخارج طبعاً هذا الموضوع يحظى باهتمام معالي وزير الصحة ودولة رئيس الوزراء والحكومة الحالية باعتبار أنه الأمن الدوائي هو جزء أساسي من الأمن الداخلي والأمن الوطني وموضوع الاكتفاء الذاتي هو جزء أساسي من الأمن الدوائي وتوفير الأمن الدوائي للمواطن للمرحلة القادمة كنسبة أنا قلت لك للأسف الشديد بالنسبة للصناعة المحلية كماً ونوعاً تحتاج أنه نرتقي بها أشواط متعددة وتحتاج إلى دعم من الدولة وأيضاً استثمار تستثمار إن كان من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي أو على أقل القطاع الخاص أنه يستثمر في هذه الصناعة وتكون هناك شراكات مع شركات عالمية مثلاً أو شركات أجنبية عربية دول الجوار مثلاً تصير شراكات وامتيازات لمصانع أجنبية تكون لها امتيازات داخل مع المصانع العراقية لتطوير الصناعة الدوائية يعني تعرف أن هذا تصنيع الدواء يعني هو يمتلك ما يسمى بالنوهو أو بالحق الحصري يعني فتمضى عليها فترة من الزمن يعني خلنا نقول 10 أو 15 سنة أو 20 أو 30 سنة إلى أن ينتهي هذا الحق الحصري وبالتالي يكون بإمكان الشركات الأخرى نحن نسميها الجنريك يعني دي تشيلي براند بإمكانها أن تصنع هذه الأدوية وتكون بأسعار تنافسية طبعا وذات جودة عالية إحنا صناعتنا الوطنية يعني صراحة يعني خصوصا مثلا مصنع سام الراع على سبيل المثال باعتباره وأقدم مصنع دوائي في العراق وفي الشرق الأوسط يعني يعتبر من أجود المصانع في الشرق الأوسط وفي العالم وإنتاجه إنتاج يعني جيد اللي لم نقول ممتاز جدا ومع ذلك نحتاج أنه نطور هذه الصناعة كما ونوعا يعني نوعنا بعض المفارقات دكتور موثنى دكتور صفون جدا ترحب حضرتك في حدث الدكتور موثنى عن التراجع أو عدم الاكتفاء الذاتي في القطاع الدوائي وفي نفس الوقت نتحدث الدكتور الطائع عن وجود أكبر مصنع عدنا مال عدنا يد عاملة عدنا سوق مستهلكة أيضا قبال هذا نتحدث عن مقومات هذه الصناعة في العراق لما تكون متوفرة بهذا الشكل ووجود هذه العناصر هل قدمت دعم إضافي لارتقاء بواقع الصناعة الدوائية؟ طبعا من الوابع يعني العراق بلد مستهلك للأدوية ويستورد يعني مليارات دولارات أكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا وهو غائب عن موضوع يعني تطوير الكوادر العلمية لتخصص بصناعات الدواء يعني البحث العلمي مثل هذه النوها واللي تحدث عنها الدكتور بالتأكيد أن العراق بلد كان يفترض أن يهتم بهذا الجانب وكان هناك عرض من معمل سامرة إلى وزارة الصحة العراقية بشراء الأدوية المنتجة بدل أن تقوم بعملية استيرادها مقابل مليار دولار يعني من إرادات العراق وهذا الموضوع يحتاج إلى الانتباه بأن هناك استيرادات يمكن أن تنتج محليا وعملية تخطية الحاجة المحلية يعني تحقيق أمن الدواء أولا والشراكة مع شركات عالمية تخصصية لفتح نافذة الاستثمار باتجاه تخطية حاجة المنطقة من الدواء مستلزمات الدواء قسم منها متوفر من خلال وجود المشتقات النفطية ومخلفات المشتقات النفطية وأيضا العراق يمتلك خبرات كبيرة في مجال صناعة الدواء يعني على مستوى معمل سامرة وغيرها من المعامل الخاصة يمكن أن تكون نقطة جذب للكوادر البشرية العلمية سيد رئيس الوزراء مهتم شخصيا بموضوع تطوير صناعة الدوائية وأن لا تبقى هذه الصناعة مجرد تغليف أو تسويق نحتاج إلى فعلا الدخول في مجال تطوير الصناعة صناعة الدواء لأن هذا توفير الأموال لصالح المشاريع الاستثمارية ثلاثة مليار دولار أو أكثر تستنزف سنويا من إرادات العراق النفطية باتجاه استيراد الأدوية فلو حللنا ما هي الأدوية التي يتم استيرادها ما هي مناشئ هذه الأدوية ما هي جودة هذه الأدوية وقارنناها بإمكانيات المتوفرة محليا لساهمنا في توجيه الاستثمارات سواء كان تمويل حكومي أو تمويل أهلي من خلال المصارف العراقية يعني العراق يمتلك الأموال ويمتلك الكفاءات العلمية ونستطيع تطوير هذه الصناعة ونعيد الثقة يعني الآن سمعة الدواء العراقي هي محل احترام السكان العراقيين ويفضل على الدواء الأجنبي فعملية توسيع نطاق الصناعة وإعادة الثقاء من الممكن فعلا أن يصبح العراق بلد مصدر للأدوية ولو بعد حين طيب الأهمية الدخول للقطاع الخاص في هذه العملية ومساندة القطاع العام دكتور موثنى يعني ليس فقط على المستوى القطاعي بل حتى على مستوى اليد العامل يعني حسب المشاهدات أنه حتى بالمندوبي مبيعات الأدوية شاهد حتى أطباء أسنان وصيادلة وأطباء طبعام يعني امتهنوا مهنة المندوبين لشركات عربية ودولية وبالتالي ليش ما يتحول هذا الجهد إلى دعم القطاعين العام والخاص في سبيل الارتقاء بواقع صناعة الدوائية العراقية طبعا أنا أشيد بكلام السيد الضيف الكريم وأحب أضيف أنه إحنا عندنا طاقات علمية كبيرة جدا في الدولة العراقية وفي داخل العراق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندنا كثير من الأطاريح أنا أستاذ في جامعة بغداد كلية الصيلة دكتوراه في الكيمياء الصيدلانية عندنا كثير من الأطاريح حول صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الطبية والفورميليشن أو التحضيرات الدوائية والتركيبات الدوائية المختلفة هذه الأطاريح للأسف مركونة يعني في الرفوف في الجامعات وفي الكليات تحتاج إلى استثمار تحتاج إلى تعاون ما بين الوزارات المختلفة في الدولة العراقية بين وزارة التعليم العالي وزارة الصناعة ووزارة الصحة من أجل استثمار هذه الأفكار واستثمار هذه الأطاريح أو هذه النوهو هذه الأفكار التي تعتبر يونيك يعني تعتبر فريدة أو تعتبر حق حصر باعتبار أنه أخذ عليها درجة الماجستير أو الدكتوراه أو بحث لأحد أو مجموعة من الأساتذة في اختصاص الأدوية في مختلف العلوم الأخرى نحتاج إلى تعاون حقيقي وتمازج بين مرة أخرى بين القطاع الخاص مع القطاع العام يتعاونون سويا والدولة توفر الأرضية توفر البيئة المناسبة توفر الدعم اللازم وحماية المنتج الوطني مثل ما كان معمول به سادقا حماية المنتج الوطني هذا كله سيرتقي بالصناعة الوطنية وستقطب رؤوس الأموال وتستقطب المستثمرين إن كانوا من الداخل أو من الخارج طبعا عندنا شغلة أيضا يمكن فد ملاحظة على الصناعة الوطنية والصناعة المحلية بشكل عام أنهما يعتنون بموضوع الدعاية الدوائية أو التسويق الدوائي حسا بالفترة الأخيرة يمكن يعني صار فترة سنة أقل قاموا يهتمون بهذا الموضوع يعني للأسف دائما الشركات الأجنبية تهتم بموضوع التسويق بموضوع الدعاية بموضوع الإعلان طبعا ضمن الشروط العلمية وضمن السياقات المتبعة والمعتمدة في وزارة الصحة للأسف ما كانت عندنا هذه الثقافة لدى مصانعنا الوطنية يعني زين كانت حكومية أو محلية يمكن بالآمنة الأخيرة مصنع سامرة يمكن بدأ هذا الموضوع يمكن مصنع بايونير في السليمانية بدأ يعني يسوفت فريق من الخبراء ومن الصيادلة من أجل التسويق ومن أجل الدعاية الدوائية اللي مبنية على أسس علمية صحيحة خلينا نقول وده يتعاونون يعني مع الوزارات المختلفة مع وزارة الصحة ومع المعني بهذا الموضوع اللي هو الطبيب والصيدلي يعني هو المثلث الصحي هو الطبيب والصيدلي والمريض طبعا إحنا في النهاية هدفنا هو صحة المواطن هدفنا توفير دواء آمن وفعال ومسعر ونأرجع إلى موضوع التسعير الدوائية واللاسق السعري ومشروع التتبع الدوائي اللي تبنته وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اللي صالة تقريبا أشهر هذا المشروع هذا مشروع كبير جدا مشروع مهم جدا مشروع لحيحقق الأمن الدوائي لحيحقق التتبع الدواء الصحيح لحيوفر للمواطن دواء آمن ومسجل ومفحوص ودواء ضمن الشروط العالمية ضمن الشروط الصحية عند اعتماد نعم وأيضا يكون مسعر وبأسعار مناسبة للمواطن وزارة الصحة لم تقوم بهذا الدور دكتور صفوان نتحدث في جانب آخر عن حدود ما تستطيع فعله المنظمات الدولية وتقديمه أيضا لتسريع عملية توطين الصناعات الدوائية في العراق يعني العراق يمتلك الحقيقة مقبولية الآن دولية ويمكن أن تستثمر في جذب الأموال لإنشاء صناعة دوائية متكاملة نحتاج إلى التفاتة حكومية بهذا الاتجاه يعني مثلا تخصيص 250 مليون دولار لإنشاء مدينة دوائية مكملة لمدينة سامراء الدوائية وأن يكون هناك عقود حكومية لشراء المنتوجات التي تنتج من هذه المدينة لدينا يعني التكنولوجيا الأمريكية في الصناعة الدوائية التكنولوجيا البريطانية أموال العراق الحقيقة يعني حاليا سيد رئيس الوزراء وبرنامجه الحكومي يركز على إيقاف التدفقات النقدية الخارجة ومحاولة استفادة من هذه التدفقات داخل العراق بتوسيع النشاطات لاحظنا مثلا حركته باتجاه إكمال المستشفيات من أجل معالجة العراقين في الداخل وهذا يعني زيادة الاستهلاك الدوائي في الداخل فعلينا تحليل خريطة الأمراض السارية الأمراض التي يحتاجها العراقين إلى الدواء وبناء صناعة متكاملة من أجل عدم تدفق هذه الأموال إلى الخارج ولدينا أمكانية أيضا في إنتاج مستلزمات الصناعة الدوائية وأيضا توجيه البحث العلمي يعني مركز على موضوع أن الصيدلة هي ليست فقط بيع وشراء الأدوية وإنما هي الصناعة الدوائية الصناعة الدوائية حتى القبول في وزارة التعليم العالي يفترض حسب ما نعتقد أن يتجه باتجاه إنشاء يعني صيادلة متخصصين بهذا الاتجاه ومنذ البداية من أجل تطوير عملية إدارة الإنتاج الصناعي على مستوى الصناعة الدوائية وأيضا إنشاء مزارع مكملة للمستلزمات هذه الصناعة خريطة واضحة لنمو القطاع الدوائي ستساهم في بتحقيق نوع من الاستقرار على مستوى صحة المواطن العراقي وبالتالي ستنعكس على الحركة الاقتصادية العراقية لدنا ثقة بالدواء العراقي ويمكن أن يكون هناك شركاء دوليين لدعم هذا النشاط خاصة أن العاد على الاستثمار في الصناعة الدوائية هو مجدي لاحظنا تدفقات التي تصرف من العراقيين على الدواء هي بمستوى الطاقة بمستوى الاستهلاك المنزلي فعلينا الاهتمام بالعاد على الاستثمار بهذا الاتجاه وخلق بيئة مناسبة ينمو بها الإنسان العراقي يثق بالدواء يثق بالعلاج يبقى مستقر داخل البلد لأغراض النمو الاقتصادي المتكامل هنا دكتور مثنى نقدر أنه نلزم المؤسسات الصحية سواء العامة أو الخاصة بشراء الدواء المنتج محليا وبهذه الحالة نكون قد شجعنا هذا القطاع وشون الآلية؟ طبعا هنا ستكون بتشريع قانوني من قبل وزارة الصحة أو الجهات المعنية الحكومية ولكن الأفضل من ذلك أنه أنت ترغبهم يعني ترغبهم بالجودة بالنوعية والنوعية ممتازة بالنسبة للصناعة الوطنية وخصوصا الصناعة المحلية الوطنية الحكومية مثل مصنع سامر راع على سبيل المثال للحصر طبعا فأنا أفضل موضوع التشجيع يعني بداية يعني زين مع وضع بعض الضوابط من أجل حماية المنتوج الوطني يعني كأن تلزم مثلا وزارة الصحة أو كيمادية تلزم الشركات تلزم يعني كيمادية أنه تكون تعاقداتها جزء من تعاقداتها مع الصناعة المحلية وهي موجودة حاليا فعلا يعني صراحة يعني مشكورة وزارة الصحة لهذا التوجه من أجل دعم الصناعة الوطنية بالنسبة للقطاع الخاص تدري القطاع الخاص بيه منافسة يعني المنافسة السعرية موجودة طبعا هذا المنافسة السعرية سوف تنتهي مع وجود اللاسق السعري والتتبع الدوائي وبرنامج التسعير الدوائية اللي تبنتها الوزارة وزارة الصحة بالتعاون مع النقابة مشكورة طبعا وسابقا اللي هو كان مشروع أساسا هو مشروع بدأ من النقابة مع وزارة الصحة هذا لا حيكون هنا بهالحال السعر ثابت نسبة الأرباح ثابتة السعر حيكون محدد بالدينار العراقي للمريض تبقى هنا المنافسة تكون على الجودة هنا المنتج الوطني طبعا التعبئة أيضا مهمة جدا يعني أنه المواطن يتقبل دائما المواطن يتقبل التعبئة الجيدة يعني يقول لك شون شوفت العين يعني عفوا يعني زيان طبعا إحنا أكيد نحشي على الجودة الداخلية الجودة المصنعية ولكن الجودة الخارجية أو التعبئة أو الشكل أيضا مهم في بعض الأحيان يعني حسب المثل اللي يقول يعني عذرا ولو أنا رجل علمي بس يقول العين تشتري قبل اليد مثل ما يقولون فهنا تحتاج أنه تطور عدة جوانب من ناحية الجودة الجودة جيدة وأحسنها بعد أكثر من ناحية السعر أنا حتكون الأسعار ثابتة ومحددة ومع ذلك أنا ممكن أنه كل ما تقل عندي الكلف وتدعمني الدولة أكثر بهالحالة تكون الأسعار أقل واللاسق السعر حيكون أقل يعني تقلل السعر بحالة طريقة بماركت المواطن سيتقبل ناجحة وأيضا وسيلة إقناع للمواطن جدا واضحة طبعا طبعا المواطن قلت لك الجودة أهم شيء قلت لك أنه السلامة نعم ومو فقط نفرض القوانين مهمة جدا على المواطن مثل ما قال الأستاذ الضيف نعتمد على الدساتير الأمريكية ودساتير البريطانية والأوروبية في صناعتنا صناعتنا هي من أجود الصناعات إحنا شروطنا أساسا شروط وزارة الصحة شروط الدولة العراقية بالنسبة للدواء شروط كل قاسية وقوية جدا وهذا من أجل رصان الدوائي حفاظا على صحة المواطن صراحة فضلا عن تصدير الدولة ومتلك الدولة يعني مشكورة دولة رئيس وزراء مشكور أنه دعم لهذا القطاع الحيوى شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور مثلنا الطائع وضع قابة الصيادلة والدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي والمالي أثريت الحوار في أملفين شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله